وينورني وينشرفني في بنامج سبوتلايت واحد من أهم المنشدين مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله أستاذ عامر التوني أهلا بحضرتك منور صدى البلد أهلا بيكي وبنشكرك لدعوتك الكريمة وكل سنة وصدى البلد بخير وبسلام وكل مصر بخير وسلام حضرتك يعني ده شرف لينا حياتك تكون موجود معنا كل سنة وإنت طيب ورمضان كريم والنهار ده إحنا عاملين لقاء من أجمل مكان في مصر من على النيل الساحر والله إحنا بنشكركم لدعوتكم الكريمة وفي الحقيقة أي حدث أو أي فعالية سواء الفعالية دي ثقافية أو سياسية أو اقتصادية لولا الإعلام المصري ودوره على تنوير الفعاليات اللي موجودة ما كانش حد كتير يعرف عن الفعاليات دي فبنشكركم لدوركم الكبير اللي انتوا بتقوموا بي كوسو حدك طيب رمضان كريم تخوصك في رمضان والله في رمضان بيبقى بنستعد الفترة اللي قبل رمضان لنننظم الجدول للحفلات لرمضان وبنبقى بنستعد للحفلات سواء في مصر أو خارج مصر في التقوص العادية أنك بتبتهجي وتفرحي مع العائلة أول يومين ثلاثة أيام بتبقي متواجدة لها شكل معين شخصيا أنا بحافظ على الفطار وسط العيلة وسط البيت لأنه بيبقى كأنه بيذكرك بكل أيامك اللي فاتت وبيذكرك بكل الأيام الجميلة اللي عشناها في الفترة الأولى حضرتك عملت فريق أو أنشأت فريق المولوية سنة 94 جات فكرة المولوية منين؟ هي الفكرة في الأول أنا بدأتي كمنتج وفي أسس شركة إنتاج وشركة الإنتاج حاولنا أن إحنا نطلع أول عمل كان معنا مجموعة كبيرة من الفنانين وبعد كده كانت الفكرة أنك يبقى ليك يدور جوة العمل نفسه ما كانش فيها توفيق وبعد كده الهاجس نفسه أنه يبقى بالدوري على إيه الفنون أو إيه الشكل الفني اللي فيه جميل الأشكال الأدائية لأن أنا بحكم الدراسة أنا في الأول دارس في قسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة المينيا وبعد كده درست مرة تانية في أكاديمية الفنون فكان يستهويني فكرة الفنون الأدائية كلها يعني إحنا في أكاديمية الفنون بتدرسي القصة القصيرة والشعر والرواية والمسرح وحتى البالي والموسيقى سواء كلاسيكية أو الشرقي والغربي منها فبيبقى فيه هاجس عندك أنه عايزة شكل أو شكل أساسي أو مصدر سورس فيه جميع أشكال الفنون الأدائية والبرفورمانس آرت فما كانش فيه غير داخل الحضرة الصوفية لأن الحضرة الصوفية اكتأت دي المصادر الأولى أو البريئة لكل الأشكال الأدائية وفي الحقيقة ما كانش فيه اكتملت كل الأشكال الفنون الأدائية في المولوية لأن المولوية بتنقسم لأقسام كتيرة منها فيها قصة قصيرة وفيها الأشعار الصوفية كمان فيها استخدام الموسيقى وكمان فيها تحريك الجسد فتحريك الجسد حركة كوريوغرافية رمزية لها فلسفة فده موجود فيه المولوية ولما بدينا يعني بديتها أحب أشوف المولوية وامتداداتها في الحقيقة لقيت امتداد المولوية هي طبعا المولوية كفكرة أنشأها مولانا جلال الدين الرومي جلال الدين الرومي وهو تأثر بشمس الدين التبروزي وتأثر بشمس الدين التبروزي في الشكل السوفي أو في الطريق السوفي لكن المصادر الأولى لفكرة المولوية كفكرة مش كاسم كانت موجودة في تراثنا المصر القديم هل فعلا من عام الفرعنة؟ الفرعنة لو إحنا قسمنا الشكل السوفي أو الاستخدام السوفي للجسد وللموسيقى هللاقي إن الموسيقى الفرعنية القديم أو إحنا حضرتنا إحنا أول ناس استخدمنا الموسيقى ده حتى إنه طبعا إحنا ما نقدرش نحط إدينا على الشكل أو السمع الموسيقي اللي كان بيستخدموا الفرعنة أو المصر القديم لكن أفلاطون 400 سنة 500 سنة قبل الميلاد في محاوراته وبالتحديد محاورة فيدروس وص الشعب الإغريقي الشعب اليوناني القديم قال له عليكم بسماع الموسيقى المصرية لأنها موسيقى تبعث البهجة والفرحة على النفوذ فيبقى أنا عندي الأثر الموسيقي يبقى إحنا متأصلين في استخدام الموسيقى كمان إحنا عندنا آلاتنا الموسيقية يعني إحنا إنسانيا أول من بدأ استخدام الآلات الموسيقية كآلة الهرب وكآلة الناي والدفوف والشكل الإقاعي إحنا كفرعنة استخدمنا ده لكن تحريك الجسد أو فكرة التنورة أو حد يلف عكس عقارب الساعة دي كانت إمتى بقى يا أستاذ عينيب؟ مع الفرعنة مع الفرعنة بل آه لأنه في ناس فكرة أنها جات مع الفاطمين لا لأنه الفرعنة قالوا إيه في مدين تحود ومدين تحود ما قبل أفلاتون مدين تحود قالت عطلت حواسي أثناء تهدق سوفي لا نصبا ولا تزمرا بل انتباها وخلوصا وعيا أطيره مع أفكار متحررا من جسدي ده فكرة التأمل أو المصدر الأولي لفكرة التأمل في العالم الفرعنة عملوها لأن أم أهل تأمل لأنه إحنا في الحضارات إحنا بنقسم الحضارات لحضارتين نقول حضارة بحر وحضارة نهر فنقول حضارة البحر حضارة جمال وحضارة النهر حضارة تجميل لكن مصر شيء مختلف في الحضارة بتاعتها لأن هي مصر تقع على بحرين وشق قلبها نهر فحضارة المصريين حضارة مختلفة إحنا مش متحيزين لحضارتنا لكن لو إحنا باحثين والباحث عنده موضوعية في تناول الحضارات لا المصري حضارته حضارة مختلفة لا يقتر على حضارة الآخر بل ينتق حضارة أخرى مختلفة علشان كده لما حبينا نعمل مولوية قلنا المولوية المصرية ومش المولوية في المطلق المولوية المصرية الصوفية؟ ماذا نقول عليها كده أكتر؟ يعني المولوية المصرية لأنه في عرف في العالم كله أنه كلمة المولوية بحنا بنتكلم في منطق صوفي فالمولوية المصرية كشكل صوفي شكل مختلف عن المولوية في العالم في البداية اشتغلنا في مصر كمكاننا لأننا إحنا أبناء البلد وأبناء البلد ننتج في نوننا إحنا الخاصة بنا السوفية فكان علينا أن نعمل موسيقى كمان مختلفة لا نكتر على موسيقى الآخر ولا نكتر على التراث بل ننتج تراث ممكن بعد مئة سنة يجي أجيال أحفادنا يقولوا أن احنا أخطأنا أو أصبنا لهم الحق لكن من حقنا أن احنا ننتج شيء مختلف وشيء مصري أسيل لأن احنا بعد فترة من العمل داخل مصر تم دعوتنا في مهرجانات في العالم لا دا احنا هنروح للنقطة دي حضراتكو يعني روحتوا مهرجانات علامية وسافرتوا حوالي 60 دولة مثلا أو أكتر كمان السفر كان الفضل ليه لعلاقات الثقافية الخارجية في مصر وكان الفضل ليه وزارة الخارجية المصرية في الحقيقة سفراتنا وسفراءنا احنا تربطنا بيهم حتى علاقة أخوية وعلاقة أسرية من كتر العمل مع بعض السفراء لأنهما قاموا بحماية المنتج بتاعنا وهم اللي ترحوا المنتج مصري أصيل طيب لو احنا هننشط حاجة في بداية اللقاء ونستستمتع مع حضرتك تحيب تقول لنا أي قصيدة من قصايد المولوية قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولايا ما أجيد وقلت يا أمني وقلت يا أمني وقلت يا أمني في كل نازلة مالي على حملها صبر ولا جالد أشكو أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمور أن تتعلم مالي مالي على حملها صبر ولا جالد وقد مدت يدي إليك بالزل مبتغلا فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحرجو ديك يروي كل من ياردي الله 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 حضرتك رحت في عالم تاني وأنت بتغني وإحنا كمان رحنا معاك في العالم ده دايما بشوف حفرات حضراتكم بتكونوا كلكم لبسين أبيض ودايما بتنشدوا وأنتو مش تبسين حاجة في رجليكو حافين صح ليه؟ المولوية بتعتمد على مجموعة من الرموز في تجريد شديد الملابس البيضة هي ملابس الإحرام لأنه هو الراقص أو اللفيف أو الدوار أو أي أن كان مسماه هو بيلف عكس عقارب الساعة الحالة التجريد أنك تبقي مجردة لأنه في الحقيقة أنه فكرة الموسيقى أو التأمل عبر الموسيقى أو فكرة الاستخدام الموسيقى في التأمل إحنا بنحاول كأكساد من خلال الحركة الزايدة اللي هي الحركة الإهليجية الزايدة حوالين القلب إن إحنا نفصل العنصرين المهمين للإنسان اللي هو الجسد اللي هو الطين والروح اللي هي النور لأنه لازم في حالة انسلاخ علشان الروح تفكر في حاجة تفكر في ربنا سبحانه وتعالى تفكر داخل النور لأنه العلوم فيما بعد العلوم اللي هي تعدد علوم السيكولوجي اللي هي الباراسيكولوجي والميتاسيكولوجي اللي بتتكلم على على بعض الأشياء الغيبية أثبتت أن الروح تذهب أينما تفكر يعني إحنا لو عملنا تمرين أرضي وفكرنا في حد وإحنا على الأرض هو على المريخ في كوكب آخر الروح تروح له حتى نسأل هو بيفكر فيه في نفس اللحظة ده التخاطر؟ حاجة شبه التخاطر؟ هي شبه التخاطب والتخاطب عن بعض لأنه الإنسان بيحس بالإنسان اللي فكر فيه في نفس اللحظة هل دماء برضو شبه أما تقبل حد وتقول إيه؟ روحي ارتحت له؟ هل ده إحساس شوية؟ شبهه شوية؟ الدوائر اللي بنعيش فيها تملي كلنا كل واحد بيخلق نوع من الدوائر المحيطة به الدوائر دي ممكن تتقالف مع روحه فأحيانا يدخل دايرتك حد ما تقدريش تتقالف معاه أو يدخل دايرتك حد تقفل منه أو ما تقبله سبحان الله بتبقى كده من عند ربينا مجرمية بالحاجة الكيميا مختلفة لماذا انت بوحافين؟ لأنه متجرد حالة التجرد دي لأنه كأنه الملابس البيضة بترمز للكفن لأنه الشيال دا هو اسمه جرد والجرد دا ما يوضع على الإنسان أثناء وفاته وكأنما نموت في هذه اللحظة من أجل حياة أخرى عشان نحيا مرة تانية لأنه في الحقيقة بالذكر وبالطاعات انت بتنسلخي من الحياة اللي انت فيها وتولدي من جديد مرة أخرى فهي حياة وموت طول طول الوقت من خلال الزكر وكأنما داخل العرض أو داخل الحفلة أو أيام كان مسماها الناس تسميها إيه يمكن تبقى الحضرة انتو بتسموها إيه؟ احنا بالنسبة لنا حضرة الحضرة اه يعني بالنسبة لنا حضرة طب الحضرة بيكون مع حضراتكم رقصين الطنورة من ضمن فريق مولوية بيبقوا لابسين ألوان زي اللي احنا عارفينها بتوع الطنورة طول عمراء احنا مطالبين طول الوقت ان احنا ما نبعدش أو نعمل حاجة اسمها تعمية للرمز يعني ايه تعمية للرمز يعني انا لو بعمل حركة الحركة دي من المفترض ان اللي يشوفها يأولها او يفك شفرتها او الكود بتاعها ده موضوع صعب او يا أستاذ عائل يبقى بنسهله نسهله ليه بقى؟ لان احنا عايزين نقوله انه احنا مقسمين العرض لثلاث أجزاء والثلاث أجزاء دول هما التلاث مراحل بتاعة الإنسان ان هو بيبقى على الأرض في الزكر وبعدين بيطير من على الأرض يبقى ما بين السماء والأرض وبعدين المرحلة النهائية يبقى داخل السماء الفكرة او ان احنا نترجم ده فبنستخدم الألوان المستخدمة عندنا اللون الأبيض المجرد وفي الحقيقة اللون الأبيض هو لون ده مش لونه بس لان احنا في الألوان او تركيبة الألوان في الكون احنا عندنا ثلاث ألوان رئيسية في الكون طيب والألوان الكتيرة دي لانه هي لما بنمزج ألوان بنسب معينة بيعمل لي حاجة اسمها ألوان ترحية او ألوان تكملية لكن الألوان الأساسية لو اجتمعت بيتكون اللون الأبيض فاللون الأبيض ده اجتماع كل الألوان يعني الألوان الرئاسية في الكون لو اجتمعت بيكون اللون الأبيض الصافي واللون الأبيض ده احنا بنقول عليه شلالات نور بتعمل بهجة للنفس بتعمل بهجة للروح بتعمل بهجة للعين بتعمل نور للعين في الجزء اللي في الوسط في العرض بنستخدم يعني احنا لو عندنا مساحة كبيرة من المسرع بنستخدم سبع ألوان اللي هي سبع الألوان الطيف لأن دي الألوان الطبيعية اللي في الكون لأنه المنشور اللي بيتكون في بعض المطر أو في رزاز المطر القز قزح بيكون لي سبع ألوان هما في الحقيقة تسع ألوان بالسبع ألوان إحنا بنشوف سبعة منهم واللونين التانين الأشعة الفوق بنفسجية أو تحت حمراء تخيالي حضرتك أنه إحنا اللونين اللي إحنا ما بنشوفهمش أساسا إحنا بنعالج بيهم يعني إحنا العلاج دلوقتي بأشعة الأشعة البنفسجية أو الأشعة تحت حمراء تب ما فكرش الطب أو ما فكرش العالم إنه إحنا اللونين اللي إحنا ما بنشوفهمش بنعالج بيهم فما بالج بالسبع ألوان الباقية طبعا فيه دراسات كتير معمولة إنه الألوان دي ممكن نعالج بيها وفيه محاولات لكن هنوصل إنه إحنا نعالج باللون فبيتم استخدام الألوان السبعة اللي موجودة في كون خزع بتبقى كأننا بنستخدم كأن عجلة اللون في الكون بتكتمل فبيبقى سبعة ركسين بالألوان بينيجي للطنورة الطنورة المرحلة الأخيرة لأن الطنورة دي مصرية ده المنتج الثقافي المصري في العالم اللي ممكن يكون خده عننا حد كتير بس ده المنتج المصري بتاعنا فيه تركيبة الألوان وتداخل الألوان والزي المبهج بتاع الطنورة وكأنما بنقول للحاضر معانا في الحفلة أو العرض أو الحاضرة إحنا رجعنا مرة أخرى في حالة بهجة أو إن إحنا خلاص العرض بنقفل العرض علشان الناس تستعد بعد الرحلة الروحية اللي تعاملت من خلال التأمل الروحي من خلال الموسيقى من خلال الإنشاد من خلال متابعة الجمهور والجمهور في الحقيقة إحنا بنعتبره جزء من العرض بمعنى بمعنى إنه إحنا لما اشتغلنا من البداية إحنا ما عندناش داعم يعني ما عندناش حد بيدعم الفكرة أو ما عندناش تمويل لكن الممول الوحيد هو الجمهور لإنه إحنا الحضور الجمهور هو الممول تمن التذكرة اللي بيدفعها هي الممول الوحيد لفرقة المولوية لفرقة المولوية وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا الخاصة جدا والحصرية عن الإنشاد الصوفي ولسه بنوارنا وبيشرفنا المنشد الكبير أستاذ عامر التوني أنا عرفت أن حضراتكم أكتر بلد بتروحوها الهند إيش معنى الهند؟ أولاً هو شعب ماشي في طريق روحي أو عقاطع مسافة كبيرة من التأمل يعني هم بتوع تأمل كتير وبتوع وعندهم الجزء الروحي فيه تنمية في الجزء الروحي الكبير فكان أول مرة نسافر لهم إحنا اتخضينا من استقبالهم لنا لأول مرة يعني إحنا كان أول مرة عرضنا فيه مهرجان ديلي للفنون فالسفارة المصرية بقيت عرضت إن إحنا ممكن للإنتشار إن إحنا نعمل في أكتر من مكان فبدينا نزور الجامعات زرنا جامعة السيخ كلتي الهندسة جامعة السيخ وزرنا الجامعة الملية الإسلامية في ديلي فمن الانتشار إن إحنا سافرنا أكتر من ولاية الهند حكومة كنفدرالية كل ولاية لها وزير ثقافة مختص فبدأ إنه لما بمجرد نزورنا إحنا بنزور كل الولايات الموجودة في الهند فعملت أكتر من حفلة أو أكتر من حضرة في عدد من الأماكن في الهند فيه كمان كانت الزيارة اللي كانت موجودة هنا في مصر بحضور سيادة الرئيسة للفتاح السيسي أنتوا برضو كنتوا موجودين فيها هناك في الهند كنا هناك أهو طبعاً الانتشار الواسع لأن إحنا بنفتتح معرجان السينما في الهند وبنعمل السيرموني اللي هو حفل توزيع الجويز ده أشرف لنا أني فريق مصري لا ده أشرف لنا أن إحنا مصريين بيبقى إحنا فرحين لأن إنت لما بتخرج من هنا إحنا ممكن يبقى حاجات كتير وغدانة هنا لكن بمجرد ما بنركب الطيارة أنت بتشيري مسئولية أنك مصرية أو مصري تعمل إيه وما تعملش إيه لأن الصورة هتنسحب على بلد بالكامل طبعاً فالفريق عنده الوعي أن إحنا شايلين حمولة ثقافية وحمولة مصرية أصيلة لازم دي أهم حاجة أنا عفو حديثك كمان متأثر بجلال الدين الرومي بشكل كبير والمجستير بتاعك كان عنه برضو فلو هننشد حاجة لجلال الدين الرومي تحب تقول لنا إيه؟ نور الله واقي والسعد ساقي نعمة تلاقي كم فسقينيها جلال الدين الرومي بأن فترة بنشوف الشباب ابتدى يتأثر بي وبيعود يقرأ له حاجات حياتك لامس الموضوع ده؟ هو مجموعة من العوامل الشباب بيحب دلو يعني في الفترات اللي فاتت دي كلها بيحب يقرأ رواية فكان مدخل الشباب من رواية عن مولانا جلال الدين الرومي قوعد العاشق الاربين قوعد العاشق الاربين كم الترجمت بالانجليزي وتعملت بالعرب قوعد العاشق الاربين طبعا فبدأ من الرواية هو واعي لأنه هو كتاب المثنوي هو عبارة عن 26 ألف بيت شعر 26 ألف بيت شعر هو مش بيقولهم في الفراغ ده هي منظومة في روايات وروايات زي روايات فريدي الدين العطار زي رسالة الطير بيتكلم على الطيور بيتكلم بعض الزي عشان يستخلص منها عشان يهزب عشان يربي عشان يوصل معنا بالرواية يعني بالفن تقدر توصلي حاجة تهزيبي بها النفس تقدر تقصلي شكده دايما بنقول إن الفن لازم يدرس في المدارس إنه هو بيفرق في تكوين الطفل إنه هو صغير والله إحنا كنا محظوظين لأنه إحنا نشأنا في ريف حيث كنت لسا هقولك إنت ناشئ في السعيد في المينيا طب إنت وارس الصوت الحليبات ده من المينيا وسبايا من أم الله يرحمها الله يرحمها يعني أمي كانت حافظة تراث سايد درويش بالكامل طبعا كان زمان الاستوانات يعني ما كانش فيها تلفزيون طولها يعني إنت خارج برضو من بيت فيه الثقافة والفن المهمة أنا أمي كنت أحب أسمع صوتها لأن صوتها كان سليم يعني ما كنتش أعرف يعني ما كنتش أعرف يعني بتقول تراث سايد سايد درويش كله بالكامل حفظة حفظة الموشحات حفظة وكانت جارتنا بنت الشيخة سكينة حسن كانت تعطي دندن ففكرة التنغيم فكرة أنك تسمعي نغم فيما بعد لما في المدرسة بقيت أعمل الأوبورتات والمسرحيات في المدرسة الابتداي فكان عندك هاجز أن أنت تتعلمي آلة آلة موسيقية ما كانش متوفر عندنا الآلات الموسيقية لأن إحنا أنا من قرية اسمها الروضة في محافظة المينيا تابع المركز ملوي فما كانش فيه أحسن ناس يا ربنا أخليك ما كانش فيه الأدوات دي فالآلة الوحيدة اللي كان ممكن تتعلميها أن أنا كنت بصنع بإيد الناي حضرتك كنت عامل الناي بإيدك وانت صغير؟ كان عندك كم سنة أستاذ عامل؟ لأكن طفل 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 عنده شغف وحب للفن وأقطع الغاب من الترع والأماكن وأشوف مناطق الغاب فين وأرجع وإزاي تضخ فبإيه تصنع الناي حضرتك بتقول لنا اللي عنده يا جماعة موهبة وبيحب الحاجة مهما كان الإمكانيات مش موجودة بيعرف يعمل هي عدم الإمكانيات اللي تطلع منك لأنه المتاح قدامك أنا عندي في البيت دلوقتي عندي بيانه وما بعودش عليه كثيرت بيع الزرف بردو كان مختلف أنا كنت بعز فني في طبور الصباح في السنواء العامة وكان بيسمح لنا بدأ مدير المدرسة أنه نطلع نعمل ده قدام تعملوا العرض ده قدام الشابق رغم أنه كان شيخ أزهري يعني كان مدير المدرسة الله يرحمه وكان يلبس الزي الأزهري ونقف في طبور الصباح نقول شعر ونعزف ني يعني حتى في السنوية العامة ده كان في المينيا لسه حضرتك ساعتك كان في القرية في المينيا تكنت محظوظة أو يا أستاذ عمر في نشأتك البيئة نفسها أنا قديم بالفضل للبيئة اللي نشأت فيها وللقرية اللي أنا نشأت فيها لأنهم أهل طيبة أهل موادة مجتمعات عضوية أفرحنا غير أفرحنا الناس كلها بتفرح لفرح واحد بس وتحزن لحزن واحد بس ففي الأحزان كل البلد موجودة في الأفرح كل الناس موجودة في مجتمع عضو متكامل في الأرياف لما دخلت الجامعة وخلصت عندي لسه الهاجس إنه أنا كنت يعني كنت بقى أنا إلى الآن بعز فني بمهارة بغد الوقت محافظين علي دا الحمد لغير بيانو بتاع البيئة اللي مبنازي لا لا يعني البيانو دا جال هدية من فنانين من إنجلترا اه ودي يعني إحنا من السفر الكتير بنقابل فرق كبيرة في العالم ممكن من نبقاش عارفين قدرها الفرق دي لإن إحنا مش عايشينهم في بيئتهم لكن فيما بعد لما سافرنا هولندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأمريكا وأيرلندا وبدينا نشوف هما مين الفنانين دا تطلعوا فنانين كبار في بيئتهم أنا سمعت حدك متأثر بياني موسيقار العالم بياني ليه ياني إش معنى؟ بصي إحنا طبعا الموسيقى تعبير شكل تعبير أنا مقدرش أعبر عن مجتمع حدي تاني يعني أنا ما هنفعش مش هعرف أعمل جاز أو روك زي البيئة اللي نشأت فيها أنا مصري هعمل الموسيقى المصرية وكان فيه طفرة حصلت في الموسيقى اللي هي تتسمى بالموسيقى القومية الموسيقى القومية جمب في فترة من الفترات كان فيه السمفونيات بدأت تطلع وكل مجتمع بيطلع السمفونية والسوناتة والكونشيرتو والكونشيرتو جروتسو وكل الأشكال الموسيقية بتاعت البيئات بتاعتها فكان روسيا عملت حاجة اسمها الموسيقى القومية اللي هو هشتغل بالتكنيك اللي موجود ده بس هعبر عن بيئتي فطلعت الموسيقى فطلع لنا كورساكوف وموزريسكي موسيقى كأنها بتاعتنا يعني انت تعرف تسمعيها فيها أدوات بتاعتنا شرقي فلما كنا نسمعها نسأل يولاسا موسيقى قومية زايد إنه لو إحنا بصينا يعني إحنا مثلا عملنا ورش عمل في أسبانيا الناتج بتاع ورش العمل ده عملنا فيها حفالات تحت رعاية الدواني الأميني في الكويت وعملنا فيها فعاليات مهرجان السينما في الهند وعملنا في أسبانيا بس لما زرنا بعض الجزر وبالتحديد جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا هي جزيرة إيطالية بتكلم إيطالي لكن تحت الحكم الفرنسي إلى الآن فكورسيكا بيقوله ترانيم الكنيسة بتاعت كورسيكا بتقول ترانيم إنت عايزها وإنت عادة تقومي وسط يوم تقولي لأنه بيقولي يعني هو بيعبر عنك طب ما حصلتش حاجة مشتركة بينكم حصل اه اتضح إن النوع الموسيقى دي اسمها الترابادورو الترابادورو اه موسيقى الترابادورو ايه الفرق بينها وبين الترانيم الترانيم زيها يعني يعني إحنا لما الكنيسة بتاعتنا بتقول شرقي الكنيسة الشرقي يعني حتى الكنيسة اللبنانية الكنيسة اللبنانية عملوا سبع مقطوعات على سبع مقامات من يعني من أعظم السبع مقطوعات الموسيقية لأنه هو بيغني ترانيم شرقي بتاعتنا بتاع بيئتنا الترابادورو كانت كانت تعتبر طابع الإيطالي وطابع الفرنسي الشرقي طابع الشرقي جوة لأنهم متأثرين بمين بقى مين بقى لأنه فترة الأندلس آه طبعا الفتحات الإسلامية المزج اللي حصل ده أثر على كل الأشكال الموسيقية طلع منها الفلامينكو والفلامينكو ده تأثير الغجر اللي جايين من باكستان وجايين من الهند بثقافتهم على المجتمع اللي عاشوا فيه على المجتمع العربي فطلع منتج تاني مختلف اللي هو الفلامينكو فهم حتى في المنطقة اللي هناك ما يقولوش إحنا نقول مقام موسيقي نقول السبا ونقول النعواندو ونعدد أسماء المقامات هم يقولوا عليها نوبات نوبات آه نوبة آه نوبة واحد نوبة اثنين ليه نوبة إلى الآن ليه نوبة ليه لأن ده الخماسي بتاعنا بتاع مصر يا خبر يا أستاذ عائل لأن دي الموسيقى بتاعتنا آه فالثقافة إنسانية صح فاللي هو لأ هو ده إحنا فحبينا نعمل معهم بعد كده في رحلة غنيتوا مع بعض رحلة تانية آه يعني عملتوا نشيد مع بعض عملنا ممكن تسميها أغاني ممكن تسميها نشيد ممكن تسميها ترانيم لأنه إحنا 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 في وسط اللي إحنا بنعمله فيه ترانيم عاملين ترانيمة لستنة آآ مريم آآ آآ لأنه آآ آآ زي ما بقولها إحنا الجمهور عندنا تلت الجمهور مسيحي احنا لما عملنا اول البوم وزعناه مجانا للجمهور عرفانا بدور الجمهور واللي عملوا معنا فما ينفعش انتجر فيه فطرحناه مجانا وزعناه كتير من الجمهور شكرنا ان احنا خلينا اللي يوزع الالبوم مسيحيين ما خدناش بالنا احنا ما عملناش ده بس هو المصري دايما متربي كده وانت متربي في السعيد فيها مسيحيين وفيها مسلمين واحنا يا جماعة كمان في رمضان احنا الاتنين صايمين سوا دايما المزيج ده مصر عمرين احنا رمضان كريم احنا كنا بنصحر في بيوت مسيحيين صح ما مصر كده دايما وكنا بنفتر يعزمونا على الفطار اه علينا اصدقاء يعني اصدقائنا ناشئين متربيين سوا التأسيمات دي تأسيمات تانية مش بتاعتنا ومش بنعرف فاحنا بنرجع يعني احنا لما عرض علينا حد انه يوقف التوزيع اقف واحدة تانية قالت يعني وانا اقف اقف اه فاكتشفنا ان احنا مش عاملين ده خالص اكتشفنا ان كلهم مسيحيين اللي واقفين فالجمهور اللي حالفتها اللي واقع احنا مش قصدين لان احنا ما بنتعاملش بهذا التقسيم لان لو بنتعامل بهذا التقسيم ما نروحش الهند احنا في الهند بيتم دعوتنا في اكبر مش الهند بس عدد كبير متدول في اكبر الاماكن احنا بجلناش مسلم في الهند احنا الحضور اربعين الف بس وما نسألش لان انت بتقدمي شيء انساني وانت بتقولي انه فيه مناطق انت فيه مناطق تماس للانسانية كتير احنا الانسانية واحدة فاحنا الدواير اللي بتتماس فيها الانسانية بنكتمح فيها يعني كان فيه فترة من الفترات احنا بنكتشف فيما بعد ان الموسيقين في العالم على فكرة عددهم مش كبير وانه من سفر كتير نعرف الموسيقين في العالم كله الشاطرين اصلا حترك كده اه الشاطرين فده مدعوتنا من موسيقي في لوكسنبورغ اكي اه فقال انه هيعمل حفلة تعميد لابنه هل لو عزمنا هما مؤدبين في بيستزم حضرتك الاول هل ينفع؟ طيب خلاص احنا بندعوك ودعيين 25 موسيقية حول العالم جاب من ايرلندا حد واحدة عزفة ارجون اللي هي الموسيقى الجنائزية بتعزف الموسيقى الجنائزية في ايرلندا واحدة مشهورة عزم من امريكا عزم من السنغال عزم من الهند عزم اتنين من فرنسا عزم من هولندا وخاف ان احنا كلنا احنا الغالبية نعرف بعض فخاف انه انه ما نكونش عارفين بعد فبدأ يبعت الصور و سيفيل كل واحد بيعرف حضرتكم وبعد قبل ما تتعرف كلنا عارفين بعض كلنا عارفين بعض كلنا عارفين بعض المساحات اللي احنا بنتقابل فيها مساحة واحدة مساحة انسان وصل خالنا مع استاذ عامر التوني مؤسس فريق المولوية مستمر مع حضراتكم ولسه هنعرف تفاصيل واسرارة عن الانشاد الصوفي لكن هستأذنكم هنطلع لبريكي علاني وهنرجع على طول وسبوتلايت موسيقى وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا الخاصة جدا والحصرية عن الانشاد الصوفي ولسه اجواء رمضان مستمرة مع حضراتكم ويلا بينا نكمل بقى لقاءنا الخاص جدا والحصري مع المنشد عامر التوني انا فرحتي بيعدي مع حضرتك النهاردة ان انا بتعلم وبتثقف في الفند الحفلات القادمة فين؟ الحفلات القادمة احنا طبعا هنفتتح ان شاء الله مهرجان رمضان في ساعة الهناجر وده اللي بيعملوا قطاع الانتاج الثقافي في ساعة الهناجر يوم الاتنين اللي جاي وبعدين التلات في قصر الامير طاز صندوق التنمية ثقافية عامل فعالية كبيرة وهنختتم فعاليات صندوق التنمية ثقافية في قبة الغوري عندنا حفل في مكتبة الاسكندرية وعندنا حفل في الجامعة الامريكية ومجموعة من الحفلات تانية عبارة عن حفلات لشركات والخيم رمضاني وخارج مصر طيب خارج مصر احنا ان شاء الله رايحين المغرب عندنا العشرة يام الاخيرة بنختتم فعاليات وزارة الثقافة المغربية وانرجع لهم تاني بعد كده في واحد ثمانية في مهرجان مهمة قوي موسيقى الروحية اكيد صح؟ لا في مهرجان بقى من مهرجان المهمة احنا طبعا بنروح مهرجان موسيقى الروحية بس كان في مهرجان موازين اه في مهرجان تاني بقى مهرجان الحدرات الحدرات اه اسم مهرجان مهرجان الحدرة النسائية وموسيقى الحالي الدولي بيتعامل فيه بالتحديد فيه منطقة اسمها الصويرة من أجمل بقاع المغرب هي جنوب المغرب في أغادير احنا كل سنة مشاركين معهم من أول سنة مؤسسين معهم في المهرجان ومؤسسين في مهرجان في الهند اللي هو سوفي سترة في كولكاتا لكن هو الزخم الكبير في الهند لأنه في الاحتفالات الكبيرة في مهرجانات السينما بيبقى فيه 800 قناة بتنقل الحدث صح بيكون في اتمام الحدث يعني نتيجة لده أنه لما الرئيس الهندي كان عازم فقامة الرئيس السيسي فهو عايز يجيب له حاجة من مصر ملاقاش أحسن من أولا وقت فإحنا رحنا أقامنا 12 يوم في الهند منهم 6 أيام في بيت الرئيس الهندي بنعمل بروفات مع الرئيس الهندي في أنه إزاي يخرج على المصر حيقول كلمته وينزل وينظم في الباكستيج فخامة الرئيس عاد فتاح السيسي هما شوف حضراتكو عمل إيه يعني أنه يشوف فريق مصري هو اللي موجود بيعمل العرض ده قدامه إحنا بنفتخر إن إحنا مصريين لأن إحنا كان الحلم في فترة من الفترات إن إحنا نعيش برا مصر وفترة الشباب أنا ما أقدرش أغيب عن مصر أكتر من أسبوع لأنه إحنا بنتنفس إحنا بنجدد دمنا في مصر إحنا بنجدد الرئتين بتبقى مختلفة في مصر بنس مصري بأهل مصر يعني إحنا جمهورنا في مصر وفي اسكندرية علشان ما ننساش أهل اسكندرية جمهور راقي جمهور واعي طب حضراتكو عمار جمهوركو إيه؟ عمار جمهورنا تبدأ من الأطفال الصغيرة لغاية الـ 70 والـ 80 سنة واللي فيه نفس يا حضر اللي فيه نفس يعني ربنا يديهم الصحة ربنا يديهم الصحة جمهور متنوع لأنه هو أنت بتخذ بالروح طب سمعنا حاجة بقى يا أستاذ عمر أنا يعني متشوق إيه أسمع حاجة من الحاجات الجديدة طيب روحي براح رئيس الدير قد سكرت وصبواتي بغزال الدير قد شكرت وادير لي منه أنفاس الرضا خطرت ولي بهاي كاله محبوبة ظهرت الله الله هل فيه فرق بين المولوية الصوفية المصرية والتركية؟ أنت ما يبقى عندك منتج اشتغلي على المنتج صح؟ وجودي في المنتج واكتادي فيه وبعدين الفروق تطلع أو ما تطلعش أنت عملتي اللي عليك الفرق بين المولوية المصرية والمولوية التركية أن المولوية التركية تقصية حزينة أو شكل حزين لأنه هو فكرة الدورانة عندهم هو لف وطاف حزنا على فقد شيخه شمس تبريز إحنا بنلف، بنطوف، بنرقص، بنبتهد، فرحة بسيدنا النبي أستوسة دائم فهنا التقصية فرحة وهنا التقصية حزينة طبعا إحنا اجتمعنا في حفلات كتير خارج مصر وكان فيه رد فعل مختلف من الجمهور الأجنبي اللي ما يعرفش مش عارف الفرق بينهم فكان من المواقف أن المولوية التركية كان هم عملوا أول حفلة في الافتتاح وإحنا عملنا تاني حفلة في المهرجان فقرروا أن هم يسيبوا البلد ويمشوا وما يرجعوش تاني لأنه في الحقيقة الجمهور استقبلها أنه عرض وحضر العرض في العرض عندنا الجمهور أصروا أنه يرجع في الباكستيج فرئيس المهرجان قال لو ما مطلعتوش يعني لازم تطلعو للناس لأنه لو مطلعتوش للناس الناس هتتخلوكوا هتعملوا يعملوا مشكلة في الأدوات والمؤديات والحاجات دي فالناس فرحتها بنا لدرجة أنهم الرئيس المهرجان قال هتيجوا بالملابس كل يوم تخلصتوا حفلاتكوا بس بملابسكوا كل يوم عشان يطمئن الجمهور والناس يشوفكوا هم خدوها كمسابقة لكن إحنا ما بناخدهاش كمسابقة إحنا بنعمل إيه؟ إحنا على المسرح بنعبر عن فرحتنا وسعادتنا وبنحاول الجمهور يشاركنا في الفرحة والسعادة دي لكن هي مش مسابقة مين في اللي وما أنا مش أفضل منشط مش أفضل صوت مطرب منشط في مصر واللي معايا مش أفضل راقصين طوح هتك شايف مين أفضل صوت؟ في مصر؟ لا في أصوات في مصر زي مين؟ يعني زي محمود هلال مثلا منشط الشرق أي يعني ابننا وزي صوت أحمد العمري منشط الشرق للسنة اللي بعدها صوت أصواتهم عظيمة لا في أصوات في مصر لا ده توضع من حياتك حياتك صوتك رائع في أصوات طبعا إحنا يعني إحنا تربينا على صوت الشيخ ياسين التهاني الله طبعا طبعا إحنا تربينا على صوت الشيخ أحمد التوني طبعا طبعا الشباب اللي طالع لا في أصوات بسم الله ما شاء الله ونعرف حياتك كان بتحب الشيخ النقشة باندي برضو آه وبعين فيه حاجة أنا هقول لها حديك عليها أنا يعني أنا مدير مركز إبداع أوبة الغوري أوبة الغوري ده مركز إبداع تابع لسندوق التنمية الثقافية طبعا إحنا فاتحين الباب لكل المنشدين وكل الأصوات وهم أولادنا وإحنا بنحبهم إنه يبقى إنه فيه حركة هي الفكرة إنه إنه لما يبقى فيه حركة حركة للموسيقى الصوفية ما بعملهاش واحد وإن كنا حركنا المياه الرقضة يعني من البداية كانت الناس فكرة إنه تروح حفل صوفي ما كانش موجودة صح دلوقتي يبقى الفكرة ده موجودة بدأت الناس تتحرك وإنا بنشوف الشباب بيقروا في الطرق الصوفية كمان أكتر يقروا ويحضر حفلات تانية ويشوفوا ناس تانية إياه دورك إنه الناس تتمتع سواء هتمتعيهم حضرتك أو غيرك خليهم يتمتعوا خليهم يسمعوا خلى أرواحهم تطرب يحصل طرب للنفوس والأرواح وتتهزب وتتهزب هي دي أهب لأنه أصبح إنه الكلمة في الإنشاد المعاني كبيرة وعظيمة لأنك بتغني المحبوب عظيم يعني أنت بتغني المحبوب لو في المحبة أو في أعمال القلوب طيب أنا عايز أسمع حاجة لو أنا بحب للرسول عليه السلام والنبي يعني أنا أنا لو بحب أحد أرضي هغير على الأرض ده إنه حد يحبه سواء أنا راجل أو امرأة هيحصل غيره المحبوب الوحيد اللي عايزة الدنيا كلها تحبه هو سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا نقول حاجة لمحبوبنا النبي من يقصط محاشا يخي أيا رجال الله قلبي معلق بالحبيب سيدي رسول الله سيدي رسول الله وأنا يا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء قلبي متيم بالحبيب سيدي رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام أستاذ عامر التوني نورتنا وشرفتنا وأبسوط إنه نهاردة كنت مع حضرتك وبتمنى لكو يا رب مزيد من التوفيق إنتوا رفعين راسنا برا مصر إنتوا فناننا صفراءنا وكمان عن الصفية فيعني مفيش أجمل منك إحنا بنشكركم لدعوتكم وعلى إن إحنا نقعد على ضفاف النيل الصفية والطريقة المولوية متأسرة منه وردو وفي قلب القاهرة ربنا يحميها يا رب الله معمين ويحفظ مصر يا رب من كل عدو جواها أو براها ويحفظ لنا شبابنا ويحفظ لنا أهلنا ويحفظ لنا رئيسنا وكل سنة ومصر الطيبة وبخير يا رب وبنتأسف لحضراتكم إحنا عن نيل ففي جنبنا أصوات ومزيكة الناس بتستمتع بالخروج في النيل وكلو عايز ينزل لتصحر كمان برا أستاذ عامر رمضان كريم الله أكبر دي كده حلقتنا النهاردة الخاصة جداً والحصرية مع المنشد السوفي يا عامر التوني يا رب تكون عجبت حضراتكم تقدروا تشوفونا على اليوتيوب وكمان على الجروب الخاص ببرنامج على الفيسبوك واستنوني نشرين سرمان في نفس المعادل الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وسبوتلايت شكراً للمشاهدة